تقوم طبقة الإمبريالية البراهمة في الهند على تقديم شعوب الدول العربية على أنهم جاهلون ومتخلفون لكنهم عندما يقابلون العرب فإنهم يتظاهرون بأنهم أفضل أصدقائهم يعتقد هؤلاء الهندوس البراهمة أن مكة والمدينة هما مكان عبادة قديمين للهندوس وأن المسلمين احتلوا بالقوة الأماكن المقدسة الهندوسية في مكة والمدينة السلام عليكم معكم حذيفي فريد من وايت سنيوز أهلا بكم البراهمة الهندوس في الهند هم الذين يحطون من قدر كل البشر ولا يرون أحدا باستثناء أنفسهم وهؤلاء البراهمة هم الذين يشاركون في أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء الهند من ناحية أخرى تكمل المفارقة في أنهم يخدعون البلدان الإسلاميين لحقوق الإنسان ويتعملون معها يستخدم البراهمة الهندوس الطوائف الصغيرة الأخرى من الهندوس لخوض حروبهم بينما هم أنفسهم يقومون بأعمال تجارية كبيرة ويعيشون حياة سلام وطمئنة ورغت تقوم طبقة الإمبريالية البراهمة في الهند على تقديم شعوب الدول العربية على أنهم جاهلون ومتخلفون لكنهم عندما يقابلون العرب فإنهم يتظاهرون بأنهم أفضل أصدقائهم قتلت أدرورية راشتريا سوام سفنسانغ والتي تقود الحزب الهندوسي المتطرف الحاكم بجي بي منذ عام 2015 وجرحت عشرات المسلمين المتهمين ببيع وذبح لحوم البقر لقد منع براهمة الهندوس المسلمين من ذبح الأبقار في الهند يتم تصدير منتجات هندية بقيمة 28.6 مليار دولار إلى الأمارات أبرزها الأرز والمجوهرات ويصدر براهمة الهندوس أرزلاً بقيمة 4.4 مليارات إلى مملكة العربية السعودية والكويت وقطر وتكسب الهند مئات الملايين والمليارات من الدولارات في مقابل هذا التصدير وتقوم بعدها بإنفاق ملايين المليارات من الدولارات على تصوير الدول العربية في شبه القارة الهندية على أنهم طغاة وأشرار ولصوص ومجرمون وقطاع طرق ومكتصبون يرى البراهمة في الهند أن الهند الكبرى هي من المملكة العربية السعودية إلى سريلنكا وبنجلاديش وميانمار وأنها هي دولة هندوسية موحدة لإضافة إلى ذلك يعتقد هؤلاء الهندوس براهمة أن مكة والمدينة هما مكان عبادة قدمين للهندوس وأن المسلمين احتلوا بالقوة الأماكن المقدسة الهندوسية في مكة والمدينة بدلا من أن يقوم الهندوس البراهمة في الهند بإنفاق الأموال على فقرائهم وطائفة الهندوس الصغيرة فهم يشترون باستمرار كميات هائلة من الأسلحة من إسرائيل ويتم استخدامها ضد المسلمين الكشميريين والمسلمين البنغاليين في آسان هذا الوقت الصعب يدعو الدول الإسلامية إلى الوقوف مع مسلمي الهندي وكشمير والانضمام إلى حركة المقاطعة بي دي اس وذلك بمقاطعة المنتجات الرأسماليين البراهمة الهندوس يجب على الدول الإسلامية أن توسع التجارة مع فاكستان وذلك بدلا من شراء المنتجات المنخفضة الجودة مرتفعة السعر من الهند لأن نفس الشيء الذي يبيعه الرأسمالي البراهمي الهندوسي للدول العربية بأسعار مرتفعة فإنه يمكن شراء نفس هذا المنتج من فاكستان وبالجودة أفضل وتصدر فاكستان بالفعل من قيمته 2.1 مليار من الأرز إلى الدول العربية إن مجتمع البراهمة الهندوس في الهند هو جماعة هندوسية متطرفة تنكر أيضا إنجازات العلماء العرب الذين اختروا علم الرياضيات والجبر ويتعلم الأطفال في أسر ومدارس في براهمة أن إنجازات العلماء العرب في الرياضيات والجبر تقوم على الأكاذيف وأن هذه الاختراعات تعود إلى الهندوسي البرهيمة في الهند ولا تحتلها العرب ونسب كل الفضل للعلماء العرب ينبغي على دول العربية أن تكون حذرة من سياسة تشاناكية في الهند السياسة التي تقول عانق عدوك بابتسامه ثم طعنه في ظهره وهذا بالضبط ما تفعله الهند في العالم العربي اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة